السلام عليكم زيكم معا مين ايه يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقدرين تواجه الحياة هتكلم النهاردة عن point مهمة قوي وهي ان احنا لما نيجي نعمل refactor للكود بتاعنا نستخدم widget ولا يعني نعمل close بقى widget وكده ولا نبتدي نعمل method الحقيقة ان معظم الناس او انا بردو كنت بعمل method وما بعملش widget عشان كنت بحس ان هي method والحاجة بسيطة وخلاص ايلي خليني اروح ابني widget من تاني وده اكيد هيكتر تري عندي لان الودجت دي بقيت موجودة من ضمن التري كان عندي معتقدات غلط لحد ما عرفت ان يعني استعمال الودجت از ان هي UI في refactor الكود بتاعك افضل من استعمال method وعلشان كده انا جاي اقولكو في فيديو النهاردة الفرق منه لما تجي تسرش عن ايه فايدة method اصلا هنا جابة بقى او flutter او اين كان هتلاقي ان هي المسود دي تعملت علشان specific tasks حاجات معينة عايز ان انت تعملها هتreturn result زي ما احنا كنا بناخد دايما ان استعمال method مثلا موجود ان انت تجمع رقمين وترجع result زي ما احنا حتى بنستعمل في اللوجيك بتاعنا نعمل نصلا function method للpost او اين كان ولكن الافضل لي ان انت تستعمل widget انا هبتدي بقى اقولك دلوقتي اول حاجة عندي الوقتي مثلا عندي body في center container اين كان يعني ايه اللي هيرجع انا عايز بدلا ما هو يرجع كده هستخدم widget علشان الكود بتاعي او هستخدم method علشان الكود بتاعي يبقى مفهوم اكتر فهبتدي الوقتي ان هو انا انا كاتبقى already the example يعني هبتدي الوقتي ان انا اشيل ده وحطه اعمل به سواء بقى method زي ما انت شايفين كده تدين method اهي بس هي هترجع widget او ان انا اعمل class جواء widget ايه بقى الفايدة من ان انا استعمل widget او class يعني جواء widget دي بدل استعمال method واول فايدة معانا هي ان انا مثلا لو حبيت ان انا اعمل انا اعمل الاول نشوفه هم مستدفل وايه الكلاس ده برده استدفل طيب اول فايدة معانا ان انا مثلا لو حبيت اعمل gesture decoder وعملت on tab وكنت احبه ان انا اغير الحالة بتاعتي بتاعتي بس استعملت set state اضطريت ان انا استعمل set state تعالوا برده ناخدها كده copy ونحطها عندنا في widget علشان نكون فاهمين اكتر gesture deco والon tab بتاعي طيب ايه اللي هيحصل set state دي عشان تكونوا فاهمين هي بتروح لاقرب build او widget لها علشان تريبالد لها تاني ال ui بتاعها فالي هيحصل عندنا في widget دي لما احنا نستدعيها ايه اللي هيحصل تعالوا كده نستدعيها عندنا هنا علشان نشيل في ui الكنتينر ده ونبتدي ان احنا نستدعي ال widget دي تقريبا بس عايزة key وحطينا هنا خمسة اللي هيحصل بقى ان لما نروح نلادي على widget دي ال widget دي هتروح تلاقي ان هي فيها set state هتعيد او هتشوف ايه اقرب widget build ليها وهتبتدي انها تعمل لها rebuild من تاني لما اضغط على الزرور فهتروح فين هتروح للbuild دي فانا لو عندي سكرينة كبيرة جدا ايه اللي هيحصل لو انا عايز ان انا اغير مثلا button بعينه هيبتدي ان هو يروح يغير او يريبيلد البطن ده بس هيروح يريبيلد ال class ده بس مالهوش علاقة بالسكرينة دي كلها مال ايه اللي هيحصل في ال widget او الميسود بتاعتنا اللي احنا بنينيها دي اللي هيحصل لما استدعي ال set state زي ما اتفقنا انها تروح ل اقرب build ليها فا ايه اقرب build ليها اللي هي احنا هنستدعيها هنا ها استدعيها هنا ها بس هتعوز الرقم فلما استدعيها هنا هتروح في ال set state لما اضغط على اقرب build ليها اقرب بلد هتكون اللي سكرينة اللي موجودة دي فهيعمل ريه build UI كله فانا افترض بقى ان ال UI بتاعي ده كان فيه animation او او يعني فانا كده هعمل ريه build UI كله وانا مش محتاج كده انا محتاج بس ان اعمل ريه build للبطن ده او محتاج اعمل ريه build للويدجيت دي بس ايه لي خليني اعمل build للسكرينة كلها وانا عايز بس حتة button اللي يتغير حالته فده طبعا بيقل ال performance بتاعك كمان من تاني سبب ان انا لو حطيت هنا كونست سوري حطيت هنا كونست هيديني error ليه error لان دي مش مش class قالك هو ان ال build custom widget دي مش close دي ويدجيت او مستود فينفعش ان انا اعمل كونست عكس لو انا استخدمت الودجيت بتاعتنا بتاعت ال close بتاعتنا لو انا استطاعتها دلوقتي هتعود ويدجيت ده لها مصران خمسة وايه هبتدي ان انا احط هنا كونست هيقبلها عادي طب ايه فايدة الكونست يعني ايه اللي يخلي دي فايدة ان انا استخدم الودجيت مش المسود علشان الكونست ده بيبتدي ان هو مهما انا استطاعت الودجيت بتاعتك دي هو خلاص بنها مرة فمش هيروح بقى يبنيها مرة تانية وتالتة وربعة وخلي بالك ان احنا اصلا نستعد يعني هنستخدم الودجيت دي فاكتر مكان لو انت مثلا هتعمل مثلا custom button وعايز تستطعيه فاكتر من مكان مش مجرد ان انت عملها المكان واحد بس فده طبعا هيعلي البرفورمانس بتاع الابليكيشن بتاعك ان هو مش كل مرة هيروح يبنيها هو بناها مرة واحدة بس فطبعا الكونست بتعلي جدا البرفورمانس بتاع الابليكيشن بتاعك فده يخلينا برضو نستعمل ودجيت مش نستعمل تالت حاجة ان الودجيت بتاعتك دي بيكون لها كونست لو احنا محتاجينه يعني في اوقات هنحتاج مثلا ان احنا نعمل هنا في السكرينة الاصلية مثلا بيلدر وهنحتاج الكونتكست فالكونتكست قريدي بتاعها جاهز انما هنا هتروح لسه ان انت تديه وممكن تتلغبط اصلا وانت بتدي الاسم ذات نفسه للكونتكست تميه مثلا اي اسم من عندك فتبتدي ان انت تتلغبط فإلي خليني اروح استعمل ميسود وانا قريدي عندي ودجيت جاهزة ما فياش اي حاجة بالعكس دي هتزود البرفورمانس بتاع الابليكيشن بتاعي فانا رأي ان انت لما تيجي تبني اليو اي بتاعك لو لو انت عايز تعمل ريفاكتور ليه حاول ان انت تخليه كل ويتجيتز مش تخليه ميسودز وهتستعمل الميسود زي ما هو مكتوب كده في اسباسيفيك تاسك زي مثلا انت تجمع رقمين تعمل بوست لحاجة معينة الفانكشن بتاعت البوست لو انتو شفتوا الفيديو بتاع اللوجين احنا عملنا الميسودز بتاعتنا زي مثلا هنا في ريبو امبليمينتيشن كانت كلها ميسودز لاني دي ليها اسباسيفيك تاسك انما هنا انت بتعمل ريفاكتور لليو اي بتاعك عشان كده اعمل ويتجيتز جوه مش تستعمل ميسودز يعني بس كده اتمنى الفيديو يكون مفيد لكم اكتبوا لي في الكومنت لو عندكم اي اسئلة او عندكم اقتراحات في فيديوهات جديدة وشكرا بس كده اشتركوا في القناة